أهلا بكم كانوا على حفة الموت تاركين لنا مجرد ذكريات وتفاصيل لكنهم عادوا إلينا برفقة حكايات تروى ولا تصدق بسهولة عادوا من الموت مع تفاصيل عن العالم الآخر لن نجدها سوى على ألسنتهم ومنهم من عاد بأثر يرافقه بقية الحياة وفي هذه التعطية نعرض لكم قصص العائدين من الموت أنجل هانز هو شاب كان يحترف ركوب الدراجة النارية في فرنسا أنجلو الذي لم يبلغ العشرين من عمره كان على موعد مع حادث مميت ليتم الإعلان عن وفاته وقاموا بدفنه أما والده كان قد أصدر له بوليسة تأمين على الحياة بمبلغ 200 ألف دولار تصبح من حق الأب بوفاة ابنه أنجلو كان يعني مفاجأة بعد ذلك أن هذه البوليسة كانت قبل أسبوعين فقط من الحادثة كما اشترطت شركة التأمين استخراج الجثة وتشريحها لدفع المبلغ بعد التأكد من الوفاة التي كانت نتيجة الحادث المفاجأة الأخرى اكتشفها الطبيب بأن الشاب الذي مات يوم الاثنين وتم دفنه الأربعاء ما زال حي وقلبه ينبض بالحياة ليعيش أنجلو حتى يصبح عمره تسعين عاما نتابع معكم في القصة الأخرى هي لرجل يبلغ من العمر سبعة وخمسين عاما وقد نشرت قصته الصحف الإنجليزية حيث تم إدخاله إلى المستشفى في ساوث هامتن عام 2011 والذي توقف قلبه بشكل مفاجئ خلال انشغال الطاقم الطبي بتركيب أسطرى إلى فخده الأمر الذي منع وصول الأكسوجين إلى دماغه ليفارق الحياة بالنسبة لهم حيث روي أنه سمع كل ما يحدث في الغرفة وأصوات الأطباء قائلا سمعت تعليمات الأطباء عندما قالوا اصدموا المريض بالكهرباء وكل ما يحدث في الغرفة لكنني رأيت امرأة غريبة تأتي إلي من الزاوية البعيدة في الغرفة قرب الصقف ورفقتها تاركا جسدي هذا ما قاله قبل أن يفاجأ الجميع بأنه عاد إلى الحياة من جديد متابع معكم أيضا في القصة القادمة قصة وولتر ويليم البالغ من العمر 78 سنة يعني هي أشد القصص قصوى فبعد أن تم إعلان وفاته في شهر فبراير 2013 في ميساسيبي بدأ يركل بكل ما أوتي من قوة في قبره عندما تم الشروع في طحنيته ووضعه في كيس الموتة الخاص على الرغم من تأكيد توقف نبضه ويرجح أن يكون القلب قد توقف عن النبض لفترة وجيزة ثم عاد لوضعه الطبيعي مما أدى لعودته مرة أخرى للمستشفى لكن يعني وفاته المانية بعد أسبوعين أما القصة الأخيرة معناه هي لطفلة تم الإعلان عن وفاتها في الثالثة من عمرها بالفلبين متأثرة بحرارتها المرتفعة وبعد تكفينها وأثناء فتح أحد الجيران لغطاء التابوت لإعادة ترتيب رفاتها قبل الدفن وصيب الرجل بصدمة كبيرة حين شاهد أصابع يديها تتحرك وعلى الفور أخرجها من نعشها بمجرد أن تأكد أنها تتنفس هذه كانت نهاية التوطية لكن ستظل قصص العائدين من الموت باقية شكرا جزيلا لكم على المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا لكم على المتابعة